فقرة ترند الترند دايماً أنتم متعودين معنا في الفقرة دي بنعرض أمور جديدة ما حدش أتكلم فيها قبل كده وبتبقى فيها كواليس وأخبار حصرية ومعلومات أعتقد الحمد لله بيتفيد المشاهدين خلال الفترات السابقة أو حتى القادمة بإذن الله الموضوع اللي معايا النهاردة موضوع متعلق ب احتساب التسلل في تقنية الفيديو الـ VR والفترة الأخيرة تحديداً عاقب مباراة الداخلية والأهلي بعد احتساب هدف كريم فؤاد تسلل ناس كتيرة طلعت اتكلمت عليه وعليت عليه رغم للأهلي الحمد لله واخد السلاس نقاط وعمل أداء مميز جداً وكسبان بفرق وسكور وعمل مباراة ولا أروع ولا أجمل من كده لكن أنا ركزت في التفاصيل وتكلمت مع عدد من خبراء التحكيم في مسألة احتساب التسلل من خلال تقنية الفي ار وإزاي أقدر أحسب التسلل ده اللي طلعت نتيجته من خلال غرفة التقنية سليم ولا مستسليم لأن أنا ما زلت عندي اهتمام باللعبة الشهيرة اللي حدست في مباراة الأهلي وفاركو الموسم الماضي وأعتقد الدور اللي قام به ماركي كلاتنبرج في يعني إزاعة الحديث أو الاتصال ما بين حكم تقنية الفار مع حكم الساحة أنا مستني أعرف التسلل بتحسب إزاي يعني خلال الأسابيع الماضية كان بتتعرض حالات كتيرة لكن لأول مرة تم شرح تقنية التسلل بيتم شرحها إزاي من خلال تقنية الفي ار على فكرة أيا كان الكورة هدف أو مش هدف دي هتكلم عليها في باقي التفاصيل اللي أنا استعرضها مع حضرتكم ولكن أنا عايز أروح في البداية ليه أول حاجة معايا لأن النهاردة هنأستعرض فيديو والصور مهمة جداً أتوضح لنا تقنية التسلل بتتحسب إزاي؟ بالإضافة لده هدي كذا مثال لتقنية التسلل لما النقاط بتتحط صح النتيجة بتطلع إزاي؟ ولما النقاط بتتحط غلط النتيجة بتطلع إزاي؟ بس تعالوا مع بعض نسمع مع بعض أول حاجة فيديو مباراة الدخلية والأهلي وماركت لتنبرج طلع وشرح إيه اللي حصل تعالوا نسمع ونشوف وبعد كده عندي تعالية مهمة جداً ايه؟ تسلل؟ ترينجريشن؟ أه بشيك عا تسلل شك أوف صايد ايه؟ لأ ترينجريشن بشيك عا تسلل كتف المهاجم تمام؟ كتف المهاجم والأه اطلع فوق اطلع فوق بس كده كتف المهاجم تمام؟ ورجل مدافع ده انزل فوق سنة بس نعلك تسلل ايه؟ 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 النحمر سابق امين اوف سايد امين اوف سايد امين طب تمام شفتوا حضراتكم الشرح اللي حصل في تقنية الفي ار بخصوص شرح تقنية التسلل اولا عايز اعليكم معلومة محدش قالها قبل كده ولا حتى الخبراء التحكيم اتكلموا فيها قبل كده تقنية التسلل اللي موجودة في غرفة الفي ار دي من اول التقنيات اللي بدأت فيه احتساب التسلل في غرفة الفي ار وبعد كده نزل تحديث على سبع برامج على تقنية التسلل فبالتالي تقنية قديمة جدا قديمة جدا حصل سبع تحديثات على التقنية فيه امور احدث من كده توابك الخط الازرق والخط الاحمر بالاضافة لده في الجزئية دي لما عمر الشنوي حكم الفي ار شرح لامين عمر قال له تسلل فكان امين عمر عايز يعرف التسلل على مين يعني التسلل على مين ولكن ما علينا اروح مع بعض دلوقتي ليه الصور لان الصور كمان كشفت نقاط مهمة جدا نبدأ مع بعض ونشوف الصور اللي هتوضح لنا اجراءات مهمة جدا خاصة بتقنية التسلل اولا فكرة الخط الاحمر سابق الخط الازرق يمكن انا مش شايفها في اللعبة او في الصورة لان نخدوا بالكو مش مهم جدا وانا بشرح معاكم هنا الخط ده لازم تبقى الصورة مجردة يعني بالعين المجردة تقدر تشوفها الخط الاحمر سابق وقريب من خط المرمى يعني عشان تقولين الكرة دي تسلل لازم الخط الاحمر يكون قريب من خط المرمى هو لما قال في الفيديو الاحمر سابق الناس توقعت ان هو يقصد للعيبة الدخلية لا هو ما يقصدش لعيبة الدخلية هو يقصد الخط الاحمر سابق الى خط المرمى ولكن بالصورة اللي قدامنا انا شايف الاحمر على اللازرق الأحمر سابق فبالتالي شايف الخط الأحمر سابق لكن عموما لما حط النقاط صح وخط حط نقطة على رجل لعب الداخلية محمد نجيب وراح على أعلى نقطة واللي هي قريبة من خط المرمى كتفي كريم فؤاد طلعت الخطوط زي ما انتوا شايفين هنا طيب دي دي نقطة طيب نروح للصورة التانية دي مباراة الزمالك وبيراميدز المسلم الماضي لما تحطت النقط صح بصوا الخط نزل ازاي هنا في آخر نقطة ما بين كتفي لعب بيراميدز وكتفي لعب نادي الزمالك وبالتالي طلع التسلل زي ما انتوا شايفين الخط اللازرق قريب من خط المرمى فأصبحت الكوراجون وما كانش فيها اي شبه التسلل بس تشوفوا الخطوط مرسومة ازاي مهم جدا انا بشرح الجزئية دي لو النقطة تحطت صح الخط بيطلع زي ما انتوا شايفين كده في آخر نقطة من اللاعب سواء اللي بيهاجم او اللاعب المدافع وبيطلع خطين احمر وازرق بشكل متوازي طب نروح لصورة تانية دي مباراة الاهلي وطلع الجيش نهاية الموسم الماضي برضو شوف النقطة لما تحطت صح الخط نازل ازاي رايح عندي آخر نقطة بالنسبة لمهاجم الاهلي او مدافع الاهلي ومهاجم الداخلية وبالتالي الخط طلع بالشكل ده فقدامكم الصورة التسلل طلع بشكل سليم معنى كده ان النقطة لما تتحط صح الخط بيطلع في اخر نقطة من اللاعب طيب نروح بقى لللعبة الشهيرة الموسم الماضي اللي اخيرا فيجيو الفي ار في مباراة الاهلي والداخلية كشف حقيقة هذا او هذه الصورة ان الصورة اللي طلعت على الشاشة في مباراة الاهلي وفرقه اثبتت ان محمود عشور حط النقط غلط وبالتالي التقنية التسلل طلعت غلط وادى قرار غلط لحمد الغندور ايه الاسبات؟ بصوا على الخط جاي فين؟ الخط قاطع ما بين اللاعبة مش رايح فيه اخر نقطة يعني اخر نقطة هنا لمدافع فرقه ايده او كدفه نفس الفكرة عند بيرسي تاو برضو هنا او الكورة نفس الفكرة بصوا المفروض تبقى النقطة هنا النقطة في الجزئية اللي دي اللي هي علامة اللي هي اللي عملت عليها علامة الدائرة دي المفروض تبقى النقطة عندها طيب هو لما حط النقط غلط الخطة طلع فين؟ بدل ما يطلع هنا لا طلع هنا طلع وراء بصوا يا جماعة الخط طلع فين؟ طلع في وسط جسم اللاعب هنا هو بالزبط طلع في وسط جسم اللاعب هنا بالزبط بصوا الدائرة فين؟ واخد جسم اللاعب في النص طيب لو كان النقطة حطها صح كانت الدائرة لازم تبقى هنا النقطة تبقى هنا والخط يبقى هنا يبقى الخط ماشي كده بدل ما يبقى الخط ماشي كده وبالتالي الفار هنا لما اتعملت في مباراة الاهلي وفارقه ومباراة الداخلية والاهلي والشرح اللي طلع لكل السادة المشاهدين كشف ان النقط دي اتحطت غلط فبالتالي زي ما انتوا شايفين الخط تتعمل في وسط جسم لاعب الاهلي وفي وسط جسم لعب الداخلية وبالتالي النقطة اتحطت غلط وبالتالي الخطوط طلعت غلط وبالتالي هنا مباراة الاهلي وفارقه اعتقد الفيديو والخطوط اللي شرحها عمر الشناوي في مباراة الداخلية والاهلي اثبتت بملادع مجال للشك ان الشغل اللي عمله محمود عشور في مباراة فارقه والاهلي وكان غلط طب اديكم سال اخير وصورة اخيرة تثبتلكم المقارنة دي مباراة الاهلي وفارقه بص الخط فين وبص هنا على مباراة الاهلي والداخلية بص الخط فين اعتقد الامور بقت واضحة جدا طالما الخط على اخر نقطة لللاعب تبقى النقطة تحطت صح ولكن الخط لو دخل في جسم اللاعب بالشكل ده تبقى النقطة تحطت غلط وبالتالي اعتقد تقنية الفار اثبتت بملادع مجال للشك والطريقة اللي شرح بها كلاتنبرج اللي حصل ان مباراة الاهلي وفارقه محمود عشور اخطأ خطأ جسيم في هذه المباراة وبالتالي كان للاهلي الحق في الفوز في هذا اللقاء مباراة الداخلية والاهلي فكرة بقى ان الخط الازرق او الخط الاحمر هو اللي سابق انا عن نفسي انا مش شايفها بصراحة انا شايف الاحمر والازرق على خط واحد فانا شايف هدف ولكن الاجراءات اللي تمت من عمر الشناوي في شرحة تكون التسلل كانت اجراءات سليمة بنسبة مليون في المية ومركت لاتنبرجي اتفق مع الاجراءات وبالتالي هو شايف النتيجة في النهاية حسب الجهاز انه هو طلع له التسلل لكن انا مش شايف اللحمر السابق الازرق انا شايف الاثنين على خط واحد دي العين المجردة بتقول كده والاي فاب لما شرح موضوع التقنية قالك ايه قالك انت بتحسب التسلل بالعين المجردة يعني انت بتحط النقط على الجهاز وفي النهاية الجهاز بيدك النتيجة فالخطوط اللي طلعت دي دي نتيجة الجهاز بس لو حطت النقط صح النتيجة هتطلع صح حطت النقط غلط الخطوط هتطلع غلط بس هو حط النقط صح في مباراة الاهل والداخلية لكن الخطوط انا شايف الاحمر فوق الازرق فانا شايف ما فيش خط احمر قريب من خط المرمى فبالتالي الكورة هدف هو احتسبها تسلل او شاف انها تسلل خلاص ما فيش مشكلة لكن ماركت لاتنبرج شرح النقاط اللي حطها عمر الشناوي وفي النهاية الشرح اللي احنا وضحنا لحضراتكم من غير بقى ما يطلع الفيديو في مباراة الاهل وفارقه اعتقد الامور كده بقى يتوضح لحضراتكم ايه اللي حصل في مباراة الاهل وفارقه وازاي محمود عشور اخطأ خطأ جاسيم وازاي ماركت لاتنبرج لما شرح تقنية التسلل بالشكل ده شفنا الخطوط طلعت بالشكل السليم اتمنى بقى في رسالة اخيرة للتحاد الكورة في فتر التوقف حوالي اسبوعين لما نرجع من التوقف اتمنى تقنية التسلل في غرف الفار او في عربيات الفي ار تتغير لان المعلومات اللي عندي ان في سبع تحديثات على برامج التسلل نزلت في تقنية التسلل فبالتالي ما ينفعش الدور المصري بما لهم الامكانيات وبتصرف عليه مليارات نقدر شغالين بتقنية قديمة تم تحديثها على مدر 3 سنين اكتر من 7 مرات